شديد المركزية ومنتهي الصلاحية بجميع المقييس هكذا علق أحد أعضاء هيئة مشروع الدستور عندما قدم مجموعة من نواب طبرق مقترح العودة إلى دستور 51 والعمل به وفق للأقاليم التاريخية الثلاثة طرابلس وبرقا وفزان معللين ذلك بأنه يمكن أن يساهم في تحريك المياه السياسية الراكدة ويتوافق عليه شريحة واسعة من الليبيين وجاء ذلك في رسالة إلى عقيلة مرفقة بتوقيع 32 نائبا طالبوا بعرض الدستور في جلسة خاصة ومنقولة على الهواء مباشرة وجاء هذا المقترح بعد مطالبات عدة من فئات واسعة بالعودة للفدرالية والعمل بها بحجة أن أموال برقة تنهب وتبدد من قبل المسؤولين الفاسدين لواجه هذا الطرح موجة عاتية من الانتقادات أولها عضو هيئة الدستور نادية عمران التي قالت إن النظام الاتحادي غير المعدل شديد المركزية ومنتهي الصلاحية بجميع المقاييس ولو كانت حجة المطالبين بعودته يلبحث عن الحقوق لكان الأولى بهم تأييد مشروع الدستور الضامن الوحيد للحقوق لتتوالى ردود الفعل المستجيبة لهذا المقترح بمعلومات عن تحضيرات لعقد مؤتمر بالمنطقة الشرقية أوائل أكتوبر للمطالبة بالنظام الفدرالي وهناك من أبدى رأيه حول مبادرة مجموعة من نواب طبرق حول فكرة النظام الاتحادي المعمول به في دستور 51 غير المعدل بأنها غير جدية وغرضها عرقلة وزيادة تأزيم المشهد بالإضافة إلى أنهم لا يملكون أي قرار مقابل حفتر الذي يملك كل شيء في برقه وبحسب محللين فإن العودة إلى دستور 51 والنظام الملكي تحتاج إلى الاستفتاء عليها من قبل الليبيين وأن تجرى انتخابات برلمانية تنتج برلمانا يؤيد العودة إلى دستور المملكة والمصادقة عليه ترجمة نانسي قنقر